في جريمة مروعة هزت محافظة صلاح الدين استفقاها لقرية العباسية شمال سامراء على مقتل أسرة كاملة مكونة من ستة أفراد في جريمة هي الثانية من نوعها تضرب هذه الأسرة خلال ثلاث سنوات هم ذول أطفال عدنا كله عمر آخر شي عمر أربع سنوات ثلاث سنوات خمس سنوات جاي قاتلهم هما وعيالهم يعني أمهم كلهم قتلوهم أي سبب ما عدنا لا عدنا عدوة أحد لا عدنا خلي عنده عدوة أنا خلي يجي يقول يا باني هطلبكم حق أكو عشائر وأكو حكومة أخذ حق مثل ما يقول غصبا عليه وعلى أكبر واحد يعني هاي يجون فجأة عليهم يكتلون وينهزمون يعني ما معقولة عدنا هذا الحشد من منطقة دائر ما دارنا يعني شرطة وحشد يعني ما معقولة يعني شنو ما يدرون بهم كاميرات عدنا شوان وكاميرات ما شافتهم يعني هذا نأتب على الحكومة ما يقول الريد من الحكومة تشوفونا وطلعنا حقنا شنو الأسباب هاي وتصاعدت الدعوات الرسمية في صلاح الدين إلى ضرورة الإسراء بالكشف عن جنات هذه الجريمة والتي أقل ما يمكن أن توصف بالبشعة في منطقة تعد من المناطق الأمنة منذ سنوات تيقظت اليوم مدينة سموم منطقة العباسية في ناحية الدجلة على جريمة مروعة بشعة ذهب ضحيتها عائلة كاملة مكونة من الأم وأربعة أطفال هذه الجريمة حقيقة تدل على بشاعتها وألمها القوات الأمنية قوات الشرطة المحلية وشرطة الصلاح الدين أيضا فريق الأدلة الجنائية ما زالوا يقومون بعمليات البحث والتحريث من أجل معرفة أدلة تدين أو معرفة الجهة الفاعلة والجهة التي عملت هذه الجريمة أيضا هناك توجيه من نزارة الداخلية المعالي وكيل وزير الداخلية اليوم حضر إلى هذه المنطقة مع فريق من الاستخبارات وفريق الأدلة الجنائية من نزارة الداخلية للوقوف على حيثيات هذه الجريمة حقيقة المنطقة تعم بنوع كبير من الأمن والأمان بوجود القوات الأمنية وقوات الحجد الشعبي لذلك استغرب أهالي المنطقة لحجوث مثل هذه الجريمة في مثل هذه الأوقات نهيب القوات الأمنية وفريق الأدلة الجنائية بالسرعة في التحقيقات لمعرفة الجاني ومعرفة حيثيات هذا الحال وشرعت السلطات القضاية والأجهزة الأمنية بتحقيقات عاجلة أسفرت عن القاء القبض على عدد من المشتبه بهم في هذه الجريمة المروعة من صلاح الدين مصطفى السام الرأي قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر